أطلق مكتب صحة البيئة بمدينة تعز حملة تفتيش على المطاعم لتقييم التزامها بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا وقال مدير المكتب اليمن شباب جميل أشجاع إن الحملة تمكنت من ضبط عدد من أدوات الطهي وكمية من البضائع المنتهية وضافة أن المكتب سيتخذ قرارات الإغلاق في حال عدم الالتزام التزام المطاعم بالإرشادات التي تضمن السلامة صادرنا المواد والأدوات التي لم تعد صالحها لصدام في تلك المطاعم وهي موجودة الآن في الإدارة وسنتخذ الإجراءات الصارمة في حق هؤلاء المتلاعبين ومستقبلا إن شاء الله سيتم اتخذ الإجراءات القانونية بغلق أي موقع غير مطبق للشروط الصحية وغير ملتزم أو مستهتر بالتوقيهات الصادرة من الإدارة اشتركوا في القناة